يتوجه وزير الخارجية سمح شكري صباحا غداً لاثنين إلى كل من سوريا وتركيا في زيارة تستهدف نقل رسالة تضمن من مصر مع الدولتين وشعبهما الشقيقين وذلك عقب كارتة الزلزال السادس من فبراير الجاري والذي خلف خسائر فادحة في كل البلدين هذا ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة وأن مصر حكومة وشعبا لا يمكن أن تتأخر يوما عن مؤذرة أشقائها